بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية هذا المقرر هو أحد مقررات برنامج عداد معلم التربية الخاصة مصار العاقة البصرية يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطلاب المعلمين تخصص العاقة البصرية المعارف والحقائق والمفاهيم المتعلقة بفنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية التي يحتاجها الكفر ومن الناحية العملية يهدف هذا المقرر إلى أن يتقن المتدرب أو الطالب المعلم في مصار العاقة البصرية فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية من فنيات القائد المبصر واستخدام العصى البيضاء والمهارات الأساسية كالحماية العلوية والحماية السفلية وهذا ما سنتعرف إليه في هذا المقرر يشرف بتقديم هذا المقرر لكم دكتور محمد يحيى صفحي الأستاذ المشارك بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك خالد والدكتور محمود رمضان عزام الأستاذ المشارك بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك خالد سنتناول في المحاضرة الأولى بعون الله وتوفيقه أهمية التوجيه والحركة يتوقع بنت انتهاءك من هذه المحاضرة بعون الله أن تكون قادرا على أن تستنتج أهمية حاسة البصر للإنسان تتعرف التطور التاريخي لمهنة التوجه والحركة أهمية حاسة البصر للإنسان تتمثل أهمية حاسة البصر للإنسان في إدراك كل مكونات البيئة المحيطة فيحيط بالإنسان بشكل عام والكفيف بشكل خاص مكونات بيئية مختلفة سواء كانت بيئة طبيعية أو بيئة مادية بيئة مادية ثانيا تحديد مواقع الأشياء هل هذه الأشياء قريبة بعيدة ثالثا تقدير المسافات والأحجام فيحتاج الإنسان إلى أن يقدر المسافات هل هذه المسافات قصيرة بعيدة الأحجام هل هذه كبيرة أم صغيرة كل ذلك يعتمد على حاسة البصر رابعا إدراك العوائق والعقابات فالإنسان عند تنقله من مكان إلى مكان آخر يواجهه العديد من العوائق والعقابات من عوائق طبيعية كالأنهار والجبال العقابات تكون موجودة فيه الطرق من مطبات وحفر وإلى أخرى معظم الدراسات أشارت إلى أن الإنسان يتعلم 80% أو أكثر 80% أو أكثر من خبراته اليومية من خلال حاسة البصر إذن لو فقد الإنسان بصره فإنه يحتاج إلى ما يعوده عن اكتساب هذه 80% من خبراته اليومية إن مشكلة التوجه والحركة هي من أهم الآثار النتجة عن فقد البصر مهارات التوجه والحركة بالإضافة إلى مهارات التواصل الاجتماعي ومهارات الحياة اليومية من المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها المعارق بصريا لأن من شأنها أن تزيد من فهمهم البيئة المحيطة والتحرك الآمن الهدف الأساسي لمهارات التوجه والحركة هو فهم البيئة المحيطة لذا فأن دراسة موضوع التوجه والحركة من القضايا الأساسية في مجال العاقة البصرية الحركة المستقلة أي أن يعتمد الشخص الكفيف على نفسه في الحركة تيسر على الكفيف المشاركة في كافة مراشط الحياة اليومية الحركة المستقلة ضرورية في الحصول على فرص التفاعل الاجتماعي والطرفية كل هذا بدوره أدى إلى بروز وأهمية مهنة التوجه والحركة السؤال الذي يطرح نفسه الآن متى ظهرت مهنة التوجه والحركة؟ هل هذه المهنة حديثة أم قديمة؟ هذا ما سنتعرف إليه في الشرائح التالية تاريخ التوجه والحركة منذ أن بدأ الاهتمام بالمعاقين بصريا في أواخر القرن الثامن عشر ولفطرة زمنية طويلة لم يكن هناك اهتمام في وضع برامج أكاديمية حول مهنة أو مهارات التوجه والحركة إذن فإن برامج التوجه والحركة من الاتجاهات الحديثة في تربية المكفوفين وتأهيلهم حيث بدأ أول برنامج في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1929 تم تدريب أنواع معينة من الكلاب المرشدة والكلاب المرشدة هي أحد أساليب التوجه والحركة في عام 1929 تم تدريب أحد أنواع الكلاب المرشدة لمساعدة المعاقين بصريا على التنقل من مكان إلى آخر عام 1965 اتخذت كل من جامعة بوستن وجامعة ميتشيجن الغربية بالولايات المتحدة على عاتقها تطوير هذه البرامج ووضعها ضمن التخصصات التي تدرس في مجال التربية الخاصة بدأت الجامعتين بإعداد المختصين في هذا المجال وبعدها جاءت جامعات عديدة لتسير على نفس خطوات الجامعة كانت معظم البرامج التي تقدم في الجامعات في بدايتها تركز اهتمامها لتلائم الكبار والراشدين من المعاقين بصريا ثم اتسعت لتشمل الأطفال إذن كانت البداية مع الكبار والراشدين ثم اتسعت لتشمل صغار السن في فترة السبعينات من القرن الماضي 1970 وجه الاهتمام في هذا المجال نحو فئة ضعاف البصر المكفوفين جزئيا والذي يعتمد في تدريبهم على استخدام المعينات البصرية واستغلال الرؤية المتبقية لديهم يبدأ إذن بدأ الاهتمام بزوي بقايا الإبصار فيما بعد عام 1970 في أواخر السبعينات من هذا القرن وبداية التميينينات أصبح الاهتمام والتركيز على هذه البرامج بشكل أوسع ليشمل تقديم الخدمات وتهيئة الأطفال في مراحل عمرية مبكرة كما اهتمت البرامج بالأطفال زو الإعاقة المتعددة إذن يمكن القول أن برامج التوجه والحركة كلها برامج حديثة المدى الزمني الذي نتحدث عنه لا يتجاوز المائة عام شكرا لكم